دشن اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله الخليفة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي جهاز المسرع الخطى المدمج بالرنين المغناطسي في مركز البحرين للأورام سرح سعادة قائد مستشفى الملك حمد الجامعي أنه من منطلق الالتزام والسعي لتقديم رعاية صحية حديثة وشاملة لمرضى السرطان من مواطني مملكة البحرين تم مؤخرا تتشين الجهاز بعد أن تم الاتفاق فيما سبق مع شركة الكيتا على شرائه وتوريده للمركز كأول جهاز في هذا النوع على المستوى الإقليمي وهو يعتبر ثورة تكنولوجية ونقلة نوعية في مجال علاج الأورام السرطانية وسيلبي حاجات مرضى الأورام في منطقة الخليج العربي يتميز قسم العلاج الإشاعي في مركز البحرين للأورام الدقة والتوافر في الوقت المناسب حيث أنه منذ بدء العمل في القسم خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية لجح المركز في علاج مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج إشاعي ضمن الفترات الزمانية المطلوبة دون وجود قوائم انتظار هذا يعد مركز البحرين للأورام الثاني عربيا الذي يتم فيه استخدام هذه التقنية والأول في الشرق الأوسط والسابع عالميا إلى جانب استخدام المركز لاثنين من أحدث المسرعات الخطية والتي تعتمد على تقنية التصوير المقطعي والذين تم تتشينهما سابقا يعتبر جهاز المسرع الخطي المدمج برنين المغناطيسي أول جهاز من هذا النوع على المستوى الإقليمي كما يعتبر ثورة تكنولوجية ونقلة نوعية في مجال علاج الأورام السرطانية وسيلبي حاجات مرضى الأورام في منطقة الخليج العربي تعتبر تقنية الرنين المغناطيسي من أفضل الطرق التشخيصية لكشف الورم السرطاني وتحديد مدى انتشاره في الجسم وعندما يتم دمج هذه التقنية مع المسرع الخطي في جهاز واحد فإن أكبر ميزة نحصل عليها هي إمكانية مراقبة أو تصوير الورم والأعضاء المهمة القريبة من الورم باستمرار خلال الجلسة العلاجية ومن المميزات الأخرى للجهاز فإنه في حالة تغير شكل الورم أو حجمه أثناء العلاج فيمكن رؤية ذلك في نفس الوقت ووضع خطة جديدة لتغطية الورم بشكل أدق وهذا ما يسمى بالعلاج الإشعاعي التكيفي كما إن الجلسات الإشعاعية سواء التشخيصية أو العلاجية التي يخضع لها المريض يعتمد على حالته وفقا للخطة العلاجية المناسبة المقررة في المجلس الوطني للأورام ويأتي إدخال هذه التقنية إلى مركز البحرين للأورام ضمن السعي المتواصل للتوطين أحدث التقنيات في مجال تشخيص وعلاج الأورام بالإضافة إلى فتح المجال أمام الكوادر الوطنية الكفؤة للتخصص والتدرب على هذه التقنيات والمشاركة الفعالة في الوصول بالرعاية الصحية في هذا المجال إلى أعلى المراتب